اعلنت سعادة الأستاذ هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس بدأ بنقل تجربة مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين للأشقاء في المملكة العربية السعودية جاء ذلك خلال ملتق خاص أقيم في العاصمة الرياض ونظمه مركز التوازن بين الجنسين بمعهد الإدارة العامة السعودي تحت عنوان تجربة مملكة البحرين في مجال وضع ومتابعة سياسة تقدم المرأة والتوازن بين الجنسين تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين تجربة مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين عبر وضع استراتيجيات وخطة مدروسة قام على تنفيذها المجلس الأعلى للمرأة أضحى اليوم نموذجا رائدا ومتطورا وهذا ما حد بمركز التوازن بين الجنسين بمعهد الإدارة العامة السعودي إلى دعوة مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة إلى اعتلاء منصة الملتقى واستعراض حيثيات التجربة التي تحولت من استراتيجيات وخطة إلى واقع ملموس وباتت غنية بالإنجازات الملتق أخذ عنوانه الرئيسي تجربة مملكة البحرين في مجال وضع ومتابعة سياسة تقدم المرأة والتوازن بين الجنسين حيث بدأت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بنقل تجربة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين بحضور عدد من المسؤولين والمختصين على مستوى المملكة العربية السعودية في مجال الإدارة العامة والتوازن بين الجنسين ومتابعة تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من وزرات ومؤسسات الدولة الأمين العام أشارت في معرض حديثها أن التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومأحد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية يعد فرصة طيبة وقيمة من أجل تبادل الخبرة النوعية في مجال في غاية الأهمية وهو إدماج المرأة لتكون جزءا أصيلا وعاملا حاسما في نجاح المشاريع الإصلاحية والحداثية الكبيرة وبناء على هذه الدعوة الكريمة يسرنا اليوم وفي إطار ما يربطنا بالشقيقة الكبرى من علاقات تاريخية ممتدة ومجالات تعاون ثنائي واسع الأفق أن يكون هذا التعاون المشترك إضافة جديدة على مسيرة العلاقات الأخوية وفرصة متجددة لزيادة التبادل المعرفي إثراء لتجاربنا الوطنية ولنبدأ أولى خطواتها عبر هذا النشاط العلمي للتعريف بتجربتنا الوطنية في مجال تقدم المرأة البحرينية التي بدأت بصيغتها المؤسسية الرسمية منذ عشرين عام بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة والذي عمل منذ ذلك الحين على رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة لتكون المرأة البحرينية الشريك الجدير في قيادة عمليات التنمية الشاملة وهو ما تؤطره فكرا وتوجها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين القائمة على قيم العدالة والاستدامة والتنافسية وخلال الملتقى أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى المرأة إلى المرتكزات الأساسية لمتابعة تقدم المرأة والتوازن بين الجنسين على المستوى الوطني ومن بينها دستور مملكة البحرين والرؤية الاقتصادية الفين وثلاثين ووجود تشريعات وقوانين داعمة والتوجهات العامة لبرنامج الحكومة والتي تتمثل في استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي إطار عمله المؤسسي أكدت الأمين العام أن المجلس يتولى مسؤولية اقتراح السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة ووضع خطة وطنية لمتابعة تقدم المرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية الشاملة وهو مرتبط مع برنامج الحكومة ويتواءم مع الخطة الاستراتيجية الوطنية في مملكة البحرين إضافة إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة في عقد شراكات مع القطاع الخاص تجربة مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين لاقت إعجاب المشاركين والذين أشادوا بما حققته التجربة من مستويات متقدمة على هذا الصعيد طلعت على تجربة أنا أعتقد أنها رائدة وجديرة بالحقيقة إنها تحظى باهتمام ومناقشة ودراسة علمية للاستفادة منها خصوصا نحن الآن في المملكة العربية السعودية يحظى موضوع التوازن بين الجنسين باهتمام القيادة السياسية وبرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين وسموه لعهد الأمين بأن هذا الأمر يتحول إلى واقع فعلي يمارس وليس سياسات مكتوبة على الورق واللي سمعته قبل قليل من سعادة أمين العام لمجلس التوازن بين الجنسين في البحرين شيء السادة الأنصاري شيء يدعو للفخر ونعتقد إن شاء الله مجالات التعاون ستكون كبيرة بيننا وبينهم في عملية الاستفادة من هذه التجربة حقيقة تجربتهم ترية جدا في هذا الملف ونحن سعيدين جدا أن نبدأ بانطلاقة أول لقاءات مركز تحقيق التوازن بين الجنسين باستعراض النموذج الوطني البحريني هدف مركز تحقيق التوازن بين الجنسين في محهد الإدارة العامة أن نركز على خمسة محاول رئيسية التي هي زيادة الدراسات والاستشارات في المواضيع التي تتعلق بسد الفجوة بين الجنسين خصوصا في بيئة العمل ثانيا نعمل تعزيز ثقافة تنظيمية نعمل خطة تدريب وتأهيل للمنظفين منظفات القطاع الحكومي والخاص وكذلك متابعة وتقييم للمبادرات والمشاريع من الجهات الحكومية التي سوف تساهم في تقليص الفجوة الجندرية بين الجنسين في بيئة العمل مثل هذه اللقاءات جدا مهمة لمناقشة الأطرحات الجيدة لأفكار الممكن تخدم هذا الملف لتقدم لنا خبرات قد نكون نقدمها سابقين فيها أو الدول الأخرى مثل مملكة البحرين تقدمت في هذا المجال يساعدنا أيضا للتقدم ورفع المؤشرات التوازن بالجنسين في إقليميا وخليجيا القائمون على الملتقى أكدوا ضرورة تبدي جسور التعاون مع مملكة البحرين للاستفادة من تجربتها الرائدة في مجال تقدم المرأة والتوازن مع الجنسين وبحث مجالات التعاون تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزون البحرين